السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا اليوم من الأخبار الفلاكية عن انتقال كوكب الزهرة لبرج الأسد يوم الخميس 11 تموز يوليو انتقال كوكب الزهرة لبرج الأسد رح يكون الساعة 4 و18 دقيقة من عصر يوم الخميس بتوقيت جرينتش ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 22 دقيقة فجر يوم الاثنين 5 ثمانية كوكب الزهرة زي ما دائما منذكر هو كوكب الحب والعاطفة والانسجام والمال والجاذبية والتفهم والميول الفني ولكن في حال كان منتحس أو سلبيته أنه بعض الغيرة وبعض العنادة خلال الفترة المذكورة اللي هي ما بين تاريخ 11 تموز يوليو اللي هو 11 سبعة وحتى 5 ثمانية هذه الفترة بيطرأ تحسن على مظهر موليد برج الأسد وبيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم بيستفيد معهم وليد الأبراج النارية اللي هم الحمل والقوس وأيضا الهوائية اللي هم الجوزة والميزان والدلو هدولة أكثر الأبراج اللي رح تستفيد طبعا كل الأبراج رح تستفيد وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة ولاته في برج الأسد عادة الأشخاص اللي بينولدوا وبيتكون الزهرة موجودة عندهم هدولة أشخاص بينولدوا أشخاص رومانسيين هدولة عندهم عاطفة جياشة جدا عندهم تقدير للحب للجمال للأمور الفنية سهل جدا أنهم يقعوا في شباك الغرام وإذا وقعوا بشباك الغرام هدول الأشخاص ما بيقدروا يخبوا لأنه على طول بينكشفوا من نظراتهم من تصرفاتهم من اهتمامهم بذاتهم من كل شيء فعشان هيك يعني مميزين بالنسبة للزوايا الفلكية اللي بتحدد رح يكون سعيد ولا منتحس أو مقدار السعادة والنحاسة فخلينا نشوف الزوايا أول شيء بدها تكون في عنا زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين بلوتو يوم 12 سبعة هاي الزاوية يعني بتدفعنا للعنف تجعل مزاجنا عدواني عصبيين ممكن تنهي العلاقات الضعيفة وتسبب لنا خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية وبتدفعنا للعنف وبتجعلنا عدوانيين ومزاجنا سيء وبتسبب لنا خلافات في حياتنا الحميمية أما دوليا فهي بتتركز على الفن والموسيقى والحفلات والسهرات اللي ممكن يصير فيها بعض المشاكل أو ممكن يصير تراجع لبعض الأعمال الفنية أو هجوم على بعض الفنانين أو فضائح فهاي الفترة ما بنصح بإجراء الحفلات أو قامة السهرات برضو بتدل على أن بعض الفنانين أو الموسيقيين بيصير عليهم مؤامرات لتدني سمعتهم أو تشويها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا شيء بيسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما أنها بتسهل إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهاي القدرات الفنية بكل أنواعها مثل الفن، ديكور، تصوير، موسيقى، أي مجال فني وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية وبتجربنا البهجة وتحقيق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب للخطبة أو زواج برضو بتدل بما أن الزهرة والمشتري معناته هنا في أرباح وموارد مالية مهمة بتتحقق أو بتحققها المؤسسات المالية طبعا هاي توقعات دولية وبرضو الاستثمار والأموال وغالبا بتكون المشاريع الترفيهية أو الصحية وهي فترة مناسب العقد معاهدات سلام أو توقيع اتفاقيات تجارية وخصوصا مع الدول الأجنبية بدل كذلك على حسن أوضاع القضاء ورجال الدين والمشتغلين بالسلطات التشريعية والقضائية في الميدان الفني وعلى الساحة الفنية هاي فترة مناسب لطرح الانتجات الجديدة للسوق وغالبا بتكون انتجات ذو قيمة ومستوى رفيع وبدلقى استحسان الجماهير ولكن يعني معاهدات سلام 21 سبعة قبلها خمس أيام وبعدها خمس أيام الله أعلم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهر وبين أورانوس يتوقع لأي علاقة غرامية طبعا هاي زاوية يوم 2 ثمانية يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو خلق علاقة عاطفية ممكن تكون لها عواقب وخيمة بدل أن هذه الفترة غير مناسبة لطرح الإنتاجات الفنية للسوق لأنها راح تلاقي فشل أو عواقب غير متوقعة وربما يعني يصير فيها بعض التعرض للخطر أو تعرض صاحبها للخطر كما يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهرات في هاي الفترة لإحتمال فشلها أو وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين وخصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وأيضا بالدل على فساد أخلاق الناس أو بعض الأشخاص بسبب الإنحلال القلقي أو التحرر بمعنى سلبي كذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأن البنوك والمؤسسات المالية ممكن تعرف نوع من أنواع التراجع المفاجئ في المدخيل زي ما لاحظنا أن الزوايا هي خليط ما بين الإيجابية والسلبية الغالب عليها فيها نوع من أنواع السلبية ولكن أهم النقاط ويتكونوا حذرين مع أحبائكم في هذا الشهر لأنه سهل جدا يصير في قطع للعلاقة دون رجعة أو خلافات كاملة في فترات إيجابية على المستوى المالي ولكن المشاكل والمغامرات لازم تكون لها نوع من أنواع الكنترول خلينا نشوف إيش التأثيرات راح تكون على جميع الأبراج بالفترة القادمة وأهم ما يميز كل برج طبعا أنا راح أحكي من ناحية إيجابية ممكن ألحن أو ألمح لبعض المسائل السلبية ولكن بدك تكون حذر بعكس ما يعني اللي بحكي إيجابي واخذ عكسه في سلبية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا على الرغم من طبيعتك النزقة قليلا 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 مش كثير يعني إلا أنه هذا الشهر بيحملك فرصة وحضوظ عاطفية كبيرة حاول أن تقبل الشريك العاطفي كما هو حاول أنك ما تفرض رأيك عليه أنت شخص حساس جدا وعاطفي يعني لدرجة ممكن تصل لمرحلة التملك فبدك تكون حذر من هاي النقطة حاول أنك تستفيد من هاي الفترة بامتياز بتساعدك الزهرة على حل الكثير من التوترات العاطفية الطارئة كما أنها فترة جيدة للمكاسب المالية واللي بيشتغلوا بالمجال الفني أو الترفيهي برضو بدهم يكونوا حذرين بهذه الفترة رغم أنها بتفتح بعض المجالات للهوايات أو تعزيز العلاقات مع الأبناء وبرضو بتعطي أفراح على المستوى البيت والعائلة أيضا وما بين الأحبة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز رح يكون على الأمور المعاملات العقارية وبيع وشراء وتغيير سكن أو ادخال تعديلات جوهرية على البيت إذن هاي فترة برضو بتدل على عودة مسافر أو شخص بينقل لبيت آخر أو ممكن بلد آخر بتصير محل إقامته وهاي فترة جيدة لتوطيد العلاقات بأسرة وحل المشاكل اللي عانيت منها الفترة الماضية بتسود المحبة في العلاقات داخل البيت بيصير فيه نوع من أنواع المحاولات للتقريب بين الأبناء بشكل أكبر يعني ممكن هيك عاطفيا تجد الشريك العاطف اللي بيحاول أنه يتقرب إلك بطرق مختلفة قد يعني ممكن أنها ما تكون كلها مقبولة عندك ولكن حاول أنك تفهم شخصيته بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا النشاط والحركة والاتصالات والحوار والنقاش وخفة الدم بالطرح وأيضا إيصال المعلومة وتقبل الآخرين لحضورك وكلامك رح يكون المميز بالفترة القادمة بيطبع علاقتك برضو نوع من أنواع المودة والمحبة وخصوصا مع إخوتك أو أخواتك ويمكنك حل أي مشكلة عالقة بالتفاهم والحوار تحظى بهاي الفترة بقدرة سحرية على التواصل مع الآخرين وخصوصا الجنس الآخر الكثير من التنقلات المفرحة والعلاقات اليومية اللي بتجلب لك نوع من أنواع السعادة والراحة بيستفيدوا أيضا الطلاب اللي بالمرحلة الابتدائية أو الثانوية من تحقيق أجواء إيجابية لهم اللي هم برضو الألفة داخل البيت وبينجزوا كثير من دروسهم وامتحاناتهم وبكونوا مدعومين بالحضوظ بيستفيدوا أيضا التجار في المعاملات اليومية والتبادلات السريعة وبحققوا فوائد كبيرة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا وجود الزهرة يعني في بيت المال عندك فهذا الشيء بيدعمك بشكل كبير وبحقق لك كثير من الأرباح والأموال اللي بتيجي عن طريق المجهود الشخصي يعني عمل إضافي مستردات هباد دعم أشياء من هذا القبيل ممكن تسترد هاي الفترة أموال مستحقة أو ديون قديمة عالقة هاي فترة يعني أشياء ممكن كنت فاقد الأمل فيها إنها تصير فترة جيدة للتعامل مع البنوك والمصارف ممكن يصير فيه نوع من أنواع المساعدات من جنس آخر من الجنس الآخر انتبه بشكل قليل من الانفعال والتسرع ما تقدم على أي مشروع إلا بعد دراسته بشكل دقيق ممكن تجد نفسك مسؤول بشكل كبير عمن تحب ماليا ممكن تقدم له بعض الهدايا أو تدخل السرور لقلبه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بما أنه الشمس لسه ما وصلت إلا أنه بشوي بتخفف الضغوط عليك بتشعر أنك مليء بالعاطف والحب تقبل على الحياة والعلاقات بشكل كبير ورح تكون يعني تجد نوع من أنواع القبول مع الجنس الآخر في نوع من أنواع الجاذبية رح تتواجد الكثير بحاول أنهم يتقربوا منك ويتوددوا لأيلك يعني نقدر نحكي أنها فترة مميزة جدا هاي السنة وممكن تهتم بمظهرك أكثر أو تقوم ببعض التغييرات الحقيقية بمظهرك أو بشكلك الخارجي زي عمليات تجميل أو تغير من قصة شعرك مثلا بتزيد من تألقك هاي الفترة مناسبة للأمور الفن والشهرة والظهور والأضواء ولكن انتبه للزوايا وأوقاتها خصوصا إذا كنت بتشتغل في المجال الفني إذا كنت برضو بتعمل في هاي المجالات بدك تركز على الفائدة والأوراق المكتوبة عندك الكثير من الفرص المالية والدعم اللي بييجي عن طريق أفراد من الجنس الآخر وأيضا كثير من موليد برج الأسد ذكورا وإناثا ممكن يصير عندهم الرغبة أكثر للارتباط ومنهم رح ينهي علاقات عاطفية برج العذراء من نسبة لموليد برج العذراء لا تفوت فرصة هذا الشهر عليك هاي فترة فيها نوع من أنواع الإيجابية في بداية الشهر السلبية في بعض الأمور ولكنها فترة ملائمة للتعامل مع شركة أو مؤسسة كبيرة كما أنه يعني ممكن يسعى أحد المقربين أو الغرباء من الجنس الآخر لا إلك لا يدعموك أو ممكن يتم معك عقد أو صفقة مربحة ويكون فيها الكثير من الخير أم مش أنك ما تتردد في ذلك هاي فترة بتدعم علاقاتك العاطفية بيكون فيها بعض يعني سر يعني كانت علاقة عاطفية بالسر ممكن تظهر للعلن أكثر ممكن تزداد رغبتك فهي الأيام بالتقرب من الأحبة انتبه من الاستغلال المالي أو الجسدي أو الجنسي يعني هاي التحذيرات الأساسية وما تخلي الشك والغيري والعنادي إنها تسيطر عليك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا دخول الزهرة بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء بتمنحك فرصة كبيرة للقيام بنشاطات اجتماعية مهمة ولقاءات متمرة مع الأصدقاء المقربين ممكن تتعرف على أشخاص يكون لهم دور كبير في حياتك أكثر هاي الصدقات بتكون مع أشخاص من الجنس الآخر ممكن تفكر في إنشاء معهد أو مركز تنموي أو اجتماعي طبعا أي شخص بفكر في هذا المجال رح يلاقي نجاح مهم إذا أعلنت عنه هذا الشهر ورح يلاقي كثير من الأنصار والمشتركين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتستفيدوا من تطوير علاقاتكم بالمسؤولين عنكم في العمل بعض الأفكار الخاصة بتجد قبول عند المسؤولين عنك في العمل أيضا ممكن تحصل على مكافأة مالية مجزية خلال هاي الفترة ممكن تتفاجأ بإنه أحد هؤلاء اللي هم بالمناصب أو المسؤولين عنك بيصعى لتقرب منك أو قامت علاقة حميمية نوعا ما معاك بعيد عن أجواء العمل أهم شي إنه ما تحاول تأخذ الأمور بشكل معقد يعني كون مرن افهم إيش اللي عنده فممكن إنه يكون الموضوع موضوع زواج مش علاقة غير شرعية حاول تعطي هاي المواضيع فرصة للتعبير عن الرأي عن الانتقاد وحاول ابعد أنت عن الانتقادات التي عاوز سخريية من المشاعر برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا هذا الشهر أو أقل من شهر اللي هي فترة وجود الزهرة بالأسد تمنحك فرصة حقيقية للسفر الخارجي أو خارج البلاد من أجل الدراسة الأكاديمية من أجل الهجرة من أجل زواج من أجانب وإذا كنت من الأشخاص اللي بقدموا مشروع علمي أو بتسعى لإعلام بحث جديد أو بتقدم مسابقة عالمية فهذه الفترة الأنسب لذلك لا تتأخر قبل ما تنتقل الزهرة وبعديها تروح الفرصة عليك يمكنك القيام برحلات بعيدة وتمتع بالطبيعة كما إنها هاي الفترة الأفضل للتعاقد مع شركات أجنبية خارج البلاد أو تعامل مع أشخاص غير معروفين بالنسبة لإلك ولا التجار برضو هاي الشهر يعتبر الأنسب للقيام بصفقات أو عمليات تجارية مهمة كما أنه ممكن تتلقى مساعدة مهمة في الأمور القضائية في المحاكم برضو بتعود أمورك العاطفي إلى مجاريها الطبيعية رغم بعض التوترات إذا أردت ذلك لأنه في منك ممكن ينهي علاقة عاطفية وبتشعر بقوة الصداقة في هاي الأيام برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد على الرغم من قسوة هاي الفترة الماضية إلا أنه خصوصا على المستوى المالي إلا أنه شوي بتبلش الأمور تتفكفك هذا الشهر بتفي فرصة قوية جدا وهي فترة مهمة للحصول على مكاسب مالية حقيقية بتيجي عن طريق شراكة أو قروض أو تعويضات مالية مستحقة فترة جيدة للدخول في معاملات عقارية وسكنية أو بيع أو شراء هاي المسأل تتعلق بالعقار وبرضو في أشخاص بيحاولوا إصلاح علاقة سابقة معه وغالبا بتكون صداقة أو بتكون صادق أو صادقا بيكونوا صادقين أيضا في ذلك يعني بكل الأطراف وكل معانيها بيكون في هذا أنت طبعا راح تكون بطبيعتك صادق في هاي الفترة ما بتعرف المراوغة بتحب الوضوح يا أبيض وأسود ولكن سريع الحكم وهذا شيء ممكن ينهي علاقة عاطفية عشان هيك خفف قليلا من توترك الدائم وانظر للحياة بعين الرضا والتسليم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا وجود الزهرة في بيت شراكتك بيت جعلك محط أنظار الآخرين ولسيما الجنس الآخر هاي فترة يعني بتثير الطرف الآخر بتجعله شديد الغيرة عليك كما أنه ممكن تعمل بشكل جدي لتقرب من شريك العاطفي هاي الفترة الأنسب للتواصل وحل المشكلات العاطفية العالقة ممكن تحس بقوة العاطفة في هاي الفترة أو تسعى للهدوء والسلام على الرغم من بعض المواجهات استفيد من هاي الفترة من كل علاقات تتعلق بالشراكة العملية الحقيقية شراكة زواج أو شراكة العاطفية اللي بتعود عليك كلها بالربح والفائدة ولكن إذا عندت وعصبت وممكن تنهي علاقة زواج أو تنتهي بشكل مفاجئ ومرعب أيضا فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وكثير من موليد برج الدلوء ممكن يصير عندهم خطبة أو زواج برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت فترة جيدة لتحسين العلاقة مع الزملاء العمل وتقرب منهم بعيدة عن التوتر الكثير من المشكلات اللي كنت بتعيشها سابقا في طريقها للزوال كون متفهم لظروف الآخرين يعني لا تحملهم أفكارك الخاصة فيك أنت يعني كل شخص هو له طبيعة معينة حاول أنك تكون مرن شوي ممكن يكون هاي العلاقات لها تأثير واضح على علاقاتك العامة عليك الانتباه من الاضطرابات الهرمونية في هاي الفترة حاول الانتباه من نوعية غذائك على الرغم من وجود الزهرة في بيت يعني بناسبك شيئا ما عاطفيا إلا أنه رح تحظى ببعض الأوقات الممتعة ولكن ركز على العمل أكثر ركز على الصحة أكثر يعني رح تهتم بهذا الأمر وبهذا الأمر وكثير منكم ممكن يحصل على عمل جديد أو تتطور علاقة ما بين زملاء بالعمل ذكر وأنت طبعا هيك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أستغفرك وأتök وأنا وضعت اشهد أنه سبحانك بما